مشكلة تانية بهاجمنا في الكذب فهو الكذاب مكتوب عن الشيطان وانه يعني بعلمونا في مجتمعات الشرقية انك يجوز تكذب على زوجتك لا هذا ضد الرب افحص كل شيء بدوء كلمة الرب الشيطان بيجعلك تفكر بطريقة كاذبة على زوجتك حتى تبغضها وتنفر منها شيء اخر بهاجمنا بالخوف اذا انت خفت من الفشل على الارجح سوف تواجه الفشل فالسؤال خلينا اسألك ما هي رؤيتك للزواج لازم تكون في رؤية وتطلعات للزواج اسلوب الشيطان احبائي هو التخويف حتى توصل لدرجة انك تستنفذ كل طاقة حتى تيأس حتى تفقد الامل حتى تظلك عايش تحت خوف مستمر مش عارف شو الوضع شو اللي رح يسير والخوف طبعا له عذاب وبيقود الى الشكوك ويقود ويقود الى مشاكل عويصة هذا الخوف بحولك خلاص انت بتصير فريسة للشيطان بتصير انسان كئيب تعيس يعني دايما عندك حزن وغضب على كل شيء وانا عاوز اشجعك اليوم خاف الله اللي بيخاف الله لا يخاف اي انسان خاف الرب المكتوب عنه الذي يدعو الاشياء الغير موجودة كأنها موجودة اما خوفهم فلا تخافوه خوف العدو الخوف من العدو بشل حركتك بالكامل اشتركوا في القناة